أيها الزملاء والأصدقاء قد عقد الحزب الشيوعي الصيني مآخراً المأتمر الوطني العشرين بالنجاح حيث تم تحديد المهام والطرق لدفع بالنحضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني نماط كما رسم الخطوط العريضة الطموح لتنمية الصين في المستقبل سيلتزم الصين بالحفاظ على السلام في العالم وتعزيز تنمية المشتركة ودفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية وسيلتزم بكل ثبات بسياسة خارجية سلمية مستقلة والدفاع عن العدالة والإنصاف دوليين ويلتزم بتطوير الصداقة والتعاون مع كافة الدول على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي والتعميق وتوسيع شراك العالمية وسيتمسك بثبات استراتيجية الانفتاح القائمة على المنفع المتبادلة والكسب المشترك وتفع بيلين فتاح العالي المستوى والتشارك في بناء الحزام وطريق بجودة عالية بما يوفر فرصا جديدة لكافة الدول بما فيها الدول العربية من خلال التمية الجديدة في الصين أيها الزملاء المحترمون والأصدقاء إن القضية العظيمة تبدأ بالحلم وتنجز بالعمل الملموس لنكرس روحة الصداقة الصينية العربية ونعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد ونعمل سويا على خلق مستقبل أكثر روعة وإشراقا للعلاقات الصينية العربية